بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صلي عليه في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في كل وقت نوحين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأفاضل الدنيا دار اختبار ودار امتحان والإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا في كبد في تعب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحة والإنسان المسلم يعلم بأن الفوز في هذه الحياة الدنيا ما بني على التحمل والصبر حينما يأمرنا ربنا عز وجل بأوامر لا بد للإنسان أن يصبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا يستطيع الإنسان مثلا أن يحافظ على صلواته إلا إذا صبر لا يستطيع مثلا في زمن الصيف والفجر على الثالثة والنصف صباحا أن يقوم إلى الصلاة إلا إذا صبر على طاعة الله سبحانه عز وجل فارق الفراش وقام من نومه ليقوم بين يدي ربه سبحانه عز وجل فهذا صبر على طاعة صبر على معصية نوع آخر أن يصبر الإنسان على البعد على تلك الشهوات قد يزين له الشيطان أمرا ما وقد تسول له نفسه فعل معصية من المعاصي فيصبر الإنسان ويبتعد عما يغضب الله سبحانه عز وجل لأنه يعلم أن صبره اليوم على هذه اللذة والبعد عنها والبعد عما يغضب الله هذا بإذن الله عز وجل سيحل عليه رضوان الله تبارك وتعالى ووقوعه في المعصية وفي نيل هذه اللذة الزائلة في هذه الحياة الدنيا قد يترتب على ذلك خسرانه الأبدي غدا بين يدي رب العزة سبحانه عز وجل وهناك صبر ثالث ونوع ثالث من أنواع الصبر وهو الصبر على أقدار الله وعلى ما كتب الله عز وجل على هذا الإنسان ويعلم الإنسان أن ما قدره الله عز وجل له كله خير الله تبارك وتعالى حينما يبتلي الإنسان يبتليه ليشتبيه يبتليه ليرفع من مكانته عنده سبحانه عز وجل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولذلك نجد في كتاب ربنا سبحانه عز وجل الله عز وجل يأمرنا بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله بل قال الله تبارك وتعالى فصبر جميل الإنسان يصبر هذا الصبر الجميل ما هو الصبر الجميل أن تتحمل أشياء لمرضات المولى سبحانه عز وجل وفي الحج أيها الأفاضل تدريب للإنسان على كل هذه الأنواع من أنواع الصبر فيصبر الإنسان على الإنفاق في سبيل الله الحاج ربما قدم ما يملك من المال الذي تعب من أجل تحصيله سنوات وسنوات لكنه يقدمه في سبيل الله وهو راض عن ذلك لا لشيء إلا لأنه يريد غاية كبرى يريد مرضات ربه ويريد جنة عرضها السماوات والأرض فهو ينفق ويعلم أن ما أنفقه سيخلفه الله سبحانه عز وجل له بل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أيضا صبر على مفارقة الأهل ربما الواحد من الحجاج له زوجة له أولاد وله أحباب ربما لم يفارقهم مدة زمانية معينة اليوم يتركهم ويذهب في هذه الرحلة المباركة يصبر على مفارقة البلد هناك يصبر ربما على بعض الأذى قد يتضايق من سلوكيات بعض الناس وقد يضايقه ذلك الزحام ولكنه يصبر لمرضات الله سبحانه عز وجل يصبر على التعب وعلى المشقة التي ربما قد تحصل له هناك ولكن هذا الصبر يحول تلك المشاق إلى أشواق نسأل الله عز وجل لحجاجنا الميمين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودة ميمونة تقبل الله منا ومنكم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة